اهلا بكم في نادي القانون التمويل النهاردة هنتكلم عن قانون الاجراءات الجنائية والتعديلات او مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتعديلات وابرز واهم البنوت والتعديلات التي وردت حتى الان في هذا القانون بداية كده قانون الاجراءات الجنائية ناس كتير متعرفش يعني ايه قانون الاجراءات الجنائية بالبلد كده هو عبارة عن يعني زي ما نقول كده اللايحة التنفيذية بتاعة قانون العقوبات بمعنى ايه العقوبات والجرائم ووصف الجرائم موجود في قانون العقوبات لكن تطبيق ده بقى تطبيق الكلام ده دور المحامي ايه دور وكيل النيابة ايه دور زابط الشرطة ايه دور القاضي ايه ازاي وليه ونخرج ازاي اجراءات السجن ايه السجن المؤبد السجن المشدد الكلام ده كله الحبس الاحتياطي الاجراءات بتاعته المدة بتاعته الكلام ده كله كل ده بيتكلم عنها او كل ده قانون الاجراءات الجنائية هو اللي بيطبق الكلام ده القانون ده موجود من سنة 1950 ولكن ادخل عليه عدد كبير جدا من التعديلات اللي غيرت من فلسفة القانون فاصبحنا بحاجة ليه تعديل في القانون ده علشان يتوافق مع مواد الدستور ويتوافق مع الاتفاقيات والمواصيق الدولية عشان كده مشروع القانون الجديد جاء لكي يتطفق مع احكام دستور 2014 والمعدل فيه 2019 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان اللي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2021 بفلسفة مختلفة بتواكب العصر اللي احنا عايشينه من اهم النقاط اللي ناقشها مشروع قانون الاجراءات الجنائية تخفيض كافة المدت المحددة للحبس الاحتياطي فاصبحت الجنح الحد الاقصى ليها في الحبس الاحتياطي 4 شهور بدل من 6 شهور وفي الجنايات اصبح الحد الاقصى ليه الحبس الاحتياطي 12 شهر بدل من 18 شهر طيب اذا كانت العقوبة في الجناية بتوصل للاعدام او المؤبط اصبحت 18 شهر بدلا من 24 شهر كمان فيه نقطة مهمة ان سلطة محكمة النقد تم تقييدها وتم انشاء استقناف الجنايات وتم وضع قيد جديد القيد الجديد ده بدل من انه يجوز للتجديد بالاستمرار في الحبس الاحتياطي على اطلاقه لا اصبح محكمة النقد او الاستقناف مقيدة ان هي للاقل تتجاوز باي حال من الاحوال مدة 24 شهر بالنسبة ليه الحبس الاحتياطي طيب ايه اللي بيحصل للشخص او للمواطن بعد 12 شهر حبس احتياطي لاما يكون صدر حكم لصالحه ففي الحالة دي بيفرج عنه وجوبيا بقوة القانون بيكون الافراج عنه وجوبي بقوة القانون ولو كانت جنحة بعد 4 شهور تحت اي ظرف من الظروف بيتم الافراج عنه طالما لم يصدر حكم ولم يجدد له الحبس تحت اي ظرف طالما ان هو مش مسجون على زمة قضية تانية طيب فيه كده بعض الاشياء او بعض الامور للقانون الاجراءات الجنائية على سبيل المثال وليس الحصر اتكلم عليها او ناقشها تم اعادة تنظيم دور النيابة العامة وفقا لدستور 2014 باعتبار النيابة العامة الامين على الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق وتحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها امام المحاكم الحق فيه الاستقناف عن طريق النيابة العامة وكيفية ممارسة حق الصمت لن يكون برضو في القانون الاجراءات الجنائية الجديد لن يكون هناك اجراء من اجراءات المحاكمة من غير وجود محامي يعني حق الدفاع والمواجهة مكفول تماما وفقا لدستور 2014 وطم النص على هذه الحقوق صراحة فيه تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة ليه المعاقين زو الاعاقة تم تنظيم كيفية المساعدة او ادوات المساعدة اللي بتخليهم يستعينوا بيه خبراء وما الى ذلك ده برضو تم ذكره فيه مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد ايضا تم معالجة مشكلة الاحكام الغيابية بالنص صراحة على ضبط قواعد البيانات والرقم القومي ايضا تم معالجة اشكاليات الاعلانات التقليدية بوجود اعلانات وفقا للتقنيات الحديثة بجانب الاعلان التقليدي ايضا طبعا فيه امر مهم قوي تم اعادة تنظيم الحق فيه المعارضة باعتبار حق اصيل باول درجة باستثناء المرحلة الاستئنافية حتى يكون هناك سرعة انجاز وعدم تعطيل الفصل في القضايا وتم تنظيم المحاكمات عن بعد ايضا في هذا القانون وتم ايضا تنظيم حماية للشهود والمبلغين والمجن عليهم والمتهمين وتم تنظيم ما يتعلق به التخطية الاعلامية لكل جلسات المحاكمات طيب في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها دي او مخالفة المادة 267 هتكون العقوبة الغرامة فقط احتراما لحكم المادة 71 من الدستور المصري والاول مرة تم إلغاء باب الاقراه البدني باستبداله بباب جديد ينظم كيفية اداء خدمة عامة او منفع عامة بدلا من الاقراه البدني علشان يبقى فيه نوع من الاتصاق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ايضا تم اضافة باب لأهمية خاصة يتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية خصوصا بعد اللي حصل بعد ثورة يناير 2011 وثورة 30 يونيو كان فيه اموال كتيرة متهربة برا مصر طبعا ده بيرتبط ارتباط وثيق بقضايا جنائية وكان فيه صعوبات كبيرة جدا فيه استرداد تلك الاموال القانون ده برضو اتكلم عن الجزئية ديت تمام وجزئية التحفظ على الاموال اتكلم عنها ايضا فيه بالنسبة لقضايا بتتعلق ببعض القطع الاسرية وغيره ايضا القانون نقشها وتكلم عنها مشروع القانون مكون تقريبا من سبع كتب كل كتاب بيه عدد من الابواب طبعا بما يتطفق مع الجمهورية الجديدة ودستور 2014 تم حتى الان منقشة 300 مادة من المواد هو تقريبا حوالي ما يقرب 500 مادة تم منقشة حتى الان من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حوالي 300 مادة طيب ايه يحقوق سؤال بيطرح نفسه ايه يحقوق المتهم اللحظات الاولى او منذ اللحظات الاولى كده من القبض على المتهم ايه يحقوقه بمجرد القبض على المتهم بيتم تمكينه ان هو يتصل بالمحامي بتاعه اللي هو بيختاره ده من ضمن القواعد او من ضمن الامور المهمة جدا اللي تكلم عنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد ولم يغفلها برضو من ضمن النقاط المتعلقة بيه تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والموقف هيكون ايه بعض الناس بتسأل بتقول طيب الموقف هيكون ايه في حالة تعدد الجرائم وتزامنها يعني هل في الحالة دي هيتم يعني المتهم هيتم حساب المدة الحبس ازاي على زمة قضية واحدة ولا على زمة قضيتين ولا على زمة تلت قضايا البعض بيتساءل وبيسأل الشخص دلوقتي مثلا على سبيل المثال لو فيه شخص اتقبض عليه عشان مثلا كتب حاجة على المنشور على السوشيال ميديا على الفيسبوك ايا كان وطفر كتب منشور وتم استخراج امر بالقبض عليه وتم القبض عليه وعند القبض عليه لقوا معاه مخدرات فدي كده جريمة تانية غير الجريمة الاولى وهما ماشين وقبضين عليه قابل شخص تاني في الحالة دي وهدده قال له انت اللي بلغت عني طيب كذا كده وراح ما هدده كده جريمة تالتة ارتكب جريمة تالتة طيب السؤال هنا هل الشخص ده او المتهم ده هو قدام النيابة او قدام قاضي التحقيق مدة الحبس الاحتياطي بتاعته هتكون ازاي المدة المرتبطة بقضية واحدة ولا بقضايا متعددة هنا الاعلام بيتكلم عن الموضوع ده بيتكلم ان ده تدوير بمعنى اين هو يخلص مدة حبس احتياطي في قضية يقوم يعاقب فيه القضية الاخرى لكن الاتجاه فيه الوقت الحالي في مشروع القانون الحالي انه يعاقب على جريمة واحدة الحبس الاحتياطي على جريمة واحدة طيب لو شخص تحبس غلط من غير ما يرتكب شيء المواطن اللي هو بيتبين ان الحبس الاحتياطي خاطئ بالنسبة ليه او تم تبرئته هل يعاقب ماديا عن كل يوم تحبس فيه ايوا ومش بس يعاقب ماديا عن كل يوم تحبس فيه لأ وكمان بيعاقب ادبيا ان هو بيرجع لوظفته مرة تانية ومش بس كده لأ يتنشر في جريدة رسمية او جريدتين رسميتين تكون واسعتين الانتشار خبر كبير كده بالبونط العريض ان الشخص دوت تم تبرئته من قضية لانه هو تبين مثلا الاجراءات كل لانه هو بريء في هذه القضية وده مهم جدا طبعا ليه والقسرته وللمجتمع ده كله طبعا يعني ده تم مناقشته في القانون ومن ضمن البنود المهمة جدا اللي محدوطة في قانون الاجراءات الجنائية الجديد اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم واستفدتم منه بتنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان تعمل فايدة على الجميع وسلام عليكم